في شهر رمضان الكريم يتميز كل مجتمع عن غيره بطريقة تعاطيه لعادات وتقاليد هذا الشهر الكريم وفي بانياس تتميز بتنوع مشروباتها بمختلف أصولها من جلاب إلى جلاب التوت والعار قصوص الشامية والخرنوب الساحلية الخرنوب هي وارعا نسجري بطلع نباتة قرون والقرون نطحنن نحن ومن يجي من نازلها من يجي من على البيت نحطن بالدسة إلى هذا الدسة فيكوهون نحطن بالدسة من الساعة من سنتين بالليلة واش الصباح نرجع من أسحابها ونشترب فيها الخرنوب فواده للصدر كتير كتير كويس وله القلبه كويس كتير وبزر الخرنوب بيستعملوا للرمل بيغلوه بيستعملوا للرمل وتعتبر صناعة شراب الخرنوب في بنياز من الصناعة التراثية القديمة والتي تعود إلى أكثر من 150 سنة كاميرا الإخبارية التقت أحد مصنعي هذا الشراب طحان وجبناه أمنا حطيناه ونحطه ما بهدسة هوني فبتعيك هوني بقت هوني إلى محل مأذى نسحبها هيك بالضبط هادي عمليته هاك منحر الخرنوب من هوني منحره من هون وهذا هي بطريقة السحب اللاقلوها كيف سيديك بصير للميته خرنوي وهذا هاك ها نفركه هاك شان يحل تفعل مع المي عشتريك هاك منحل نشطه شان يتفعل مع المي يعتبر شراب الخرنوب من المشروبات اللذيذة والتي تمنح الصائم الحيوية والنشاط وتساعده على حر هذه الأيام الصيفية وتعطيه الكثير من الفوائد الغذائية اللازمة لحيوية صحته وتوازنها هذا الخرنوب إليه في هذا التكيري يعني القلب عشتريكه والصدر والمزر إليه بصير بين غلي للرمل